طيب خلينا بقى ندخل في موضوع برضو حرق شوي وهو ايه اللي حصل في كاتدرائية نوتردام الاسهرية مبارح ساعة سبعة يعني اتحرقت تقيبا الكاتدرائية والاثار مدمرة جدا في نفس الوقت كان في حريق في المصلة المرواني في المسجد الاقصى في نفس الوقت تحديدا في الجهة الشرقية من المسجد الاقصى ويمكن احنا عندنا فيديو بيصور هذا الحريق الحريق ده جماعة تاني حصل في المصلة المرواني في الجهة الشرقية في المسجد الاقصى طيب ليه ما نالش اهتمام الناس لان فيه ناس ادوا لك كان فيه حريق في المسجد الاقصى وكل الناس مهتمة بالحريق بتاع كاتدرائية نوتردام الاسرية اولا لانه هذا الحريق تم فيه غرفة حراسات المصلة المرواني وتمكنت قوات الاطفاء التابعة ليه وزارة الاوقاف الاسلامية بسرعة وبنجاح في اطفاء الحريق وكان سبب هذا الحريق كما اعلن رسميا قالك عبس الفتيان فيمكن ما خدش الاهتمام بشكل كبير لانه تم السيطرة عليه